ما الفرق فضيلة الشيخ بين طواف القدوم وطواف في إفاضة وطواف وداعه الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد ثنة وليس دواج يعني لو تركوا الحاج المفرد أو القارن فلا حرج عليه ودليل ذلك أن عروة بالمبرف في الله عنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم العيد صلى معه في مدلفة صلاة الصبح وأخبره أنه ما تركها جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد صلاة نحابه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة أو نهارا فقد تم حجه ولما يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وهذا يدل على أنه ليس دواج أما إذا كان طواف القدوم من معتمر فإنه ركن في العمرة سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفدع وأما طواف الإصابة فإنه ركن في الحج وهو الذي يكون من بعد الوقوف في العرفة هو الوقوف نزلفة ولا يتم الحج إلا به وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج وكذلك واجب من واجبات العمرة لكنه ليس من ذات الحج ولا من ذات العمرة ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكة والفرق بين الطواف الواجب والطواف الركن أن طواف الركن لا يتم النسق إلا به وأما الطواف الواجب وهو طواف الوداع فإن النسق يتم بدونه ولكن إذا فركوا الإنسان فعليه فدية لذبح حشات في مكة يوزعها على الفقراء فصار الفرق كما يلي طواف القدوم السنة إلا طواف المعتمر فإنه ركن في العمرة طواف الإصابة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به طواف الوداعي واجب يتم النسق بدونه ولكن في تركيه فدية فدح لمكة وزعها على الفقراء موسيقى